مجز لأهم الأنباء استؤنفت جلسات الحوار الوطني في تشارت بعد توقف دام ثلاثة أيام قدمت خلالها اللجنة الخاصة تقريرها إلى هيئة رئاسة الحوار الوطني تضمن تحديد شكل الدولة عبر استفتاء شعبي واعتماد الدستور الجديد المستوحى عبر استفتاء شعبي ويسمح لجميع أعضاء الحكومة الانتقالية ورئيس الفترة الانتقالية الترشحة للانتخابات الرئاسية كما اجتمل التقرير أيضا على حل المجلس العسكري الانتقالي مع احتفاظ رئيس المجلس محمد إدريس ديبي بمنصبه وتغيير اسمه ليصبح رئيس المرحلة الانتقالية كشف والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري أن بلده مدرج ضمن القائمة الرمادية لصندوق النقد الدولي بسبب تبييض الأموال ودعم الجماعات الإرهابية محال دون قبول طلبه بالحصول على قرض مالي كشف تقرير لمفاوضية حقوق الإنسان الأممية أن النظام المغربي يرتكب جرائم تضييق وتهجير واختطاف ضد نشطاء صحراويين في الجزء المحتل من الأراضي الصحراوية وأضاف أن الجرائم امتدت إلى قرصنة هواتف وأجهزة المعتقلين السياسيين وعائلتهم أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الأوروبي أو ببشرايا البشير الخميس أن القرارة التاريخية الأخيل للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يكرس نقلة نوعية في تأكيد الطبيعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية مؤكدا أن الخطوة القادمة في المعركة القانونية هي تطبيق هذه القرارات سواء الأفريقية أو الأوروبية لمحاصرة الاحتلال بقوة القانون أكد السفير والفلسطيني لدى الجزائر فايز أبو عيطة أن القمة العربية بالجزائر ستكون أكبر تظاهرة سياسية ودولية لصالح القضية الفلسطينية مشيدا بالدور الفعال للدبلوماسية الجزائرية ومساعيها الحتيثة للم شمل الفصائل الفلسطينية استقبل وزير الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة وزير الفلاحة لجمهورية روسيا ديمتري باتروشاف الذي ترأس الوفد الروسي المشارك في الدورة العاشرة للجنة المختلطة الجزائرية الروسية وأشد الطرفان خلال اللقاء بالمخرجات الهمة التي توجت أشغال اللجنة الثنائية المختلطة حيث أكد العمامرة أن النجاح الذي حققته هذه الدورة يعكس الإرادة القوية للقيادة العليا للبلدين في الرقي بعلاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وروسيا من جانبه أعرب الوزير الروسي عن مدى تثمين بلاده للطبيعة الاستراتيجية لعلاقاتها مع الجزائر هذا واستقبل وزير الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة الخميس نائب وزير الشئون الخارجية لمملكة تايلوندا أسارا باكيدي خلال زيارته إلى الجزائر وخلال اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين البلدين رئيسه الدبلوماسية الجزائرية أشد بأهمية هذا الاتفاق الذي يعزز الإطار القانوني للعلاقات بين الجزائر وتايلوندا نائب وزير الخارجية التايلوندي ثمن من جانبه المستوى الذي بلغته العلاقات السياسية بين البلدين انتهى الموجزة شكرا لكم تبقى روابط القناة الإلكترونية في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة